بسم الله الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله أتممنا وأول الله الحمد والمنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشرح الأصول الثلاثة شرح مختصر بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله تكني نتعرض سأبت فقط الله مزن بلن وصلنا إلى القسم الأخير وهو خاتمة هذا المتنى المبارك عندما لبس الأصول الثلاثة بلين كتبنا خاتمة السحلة يعني آخر السحلة كله نعم ذكر فيه ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وذكر أن الله سبحانه وتعالى أوجب عن العباد الكفر بالطاقود ثم الإيمان بالله أولا لابد نكفر بالطاقود وأن أولا لابد نكفر بالطاقود ما جاء عن ابن القيم رحمه الله تاغوت نم نمي كان لك تورلوك آلمنا نمي يخش سي إمام ابن القيم رحمه الله ما تجاوز بالعبد حد يعني تجاوز الحد أصبح يعبد الأحجار الأشجار يعبد الأنبياء والرسل يعبد الملائكة يعبد الصالحين يعبد الملوك نعم تاغوت ديان يتصبح عددون يقضى نعم ماذا لك يعبد الملوكة يعبد الملوكة يعني يعبد الملوكة يعبد الملوكة تاغوت لكن الأول إبليس أول إبليس الثاني من عبد وهو راضي يعني جاء إنسان وسلم عليك وانحن لك إذا أنكرت هذا الانحنى أنت موحد وإذا رضيت أن ينحن لك يركع لك يستدلك فأنت طاوت ثالث ثلاث يخبر الثالث دخل يخبر كفر طاوت الخامس الخامس على الطوغيث مثل حكم الله أو أحسن معتابة نعم أما من يقدم حكم القوانين على الطوغيث لهذا في نفسه أو رياسة أو منصب معتقد أن حكم الله يجب أن يطبق فهذا كفر أسر كفر أسر لكن إذا كان مهما الله يجب أن يتقضج اكثر من أحسن بلأن أنه حكم الله ويجب أن يرى رأيه بلقي دلدى بر مأسلان نفسي اشنغا بويروب اشنغا قلقان بوسا